على وقع حرب سياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي تطورت خلال الأسابيع الماضية إلى مواجهات دامية يبدو أن حرب التسريبات باتت سلاحا جديدا بين شركاء الأمس وأعداء اليوم فبعد جملة من التسريبات بدأت من زعيم حزب الدعوة نور المالكي أخذت صدا واسعا ونشرت عبر سلسلة من الحلقات مرورا بالتسريبات المتعلقة بمحافظ صلاح الدين السابق والنائب الحالي أحمد الجبوري أبو مازن ظهرت تسريبات صوتية جديدة مزعومة لقيادات من الخط الأول في التيار الصدري تتحدث عن المشهد السياسي الحالي بعد الصدامات التي شهدتها المنطقة الخضراء التسريبات الأخيرة تضمنت اتصالين هاتفيين الأول بين القيادي مصطفى الياقوبي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي والثاني بين القياديين أحمد المطيري ووليد الكريماوي وهم يتحدثون بطريقة عدم رضا على توجهات الصدر الأخيرة ولم يصدر عن القيادات المقربة من الصدر أي توضيح بشأن حقيقة تلك التسريبات بينما رأى مقربون من التيار الصدري أن التسجيلات التي تم تداولها مؤخرا مفبركة التسريبات والتسريبات المضادة التي تندرج ضمن الحرب القذرة لم تقتصر على الفضائح السياسية فحسب بل تجاوزتها إلى الفضائح الأخلاقية من قبل أحزاب تدعي أنها إسلامية حيث كشفت العديد من التسريبات والاتهامات المتبادلة عن أنشطة غير مشروعة لقيادات في هذه الأحزاب تمارس التجارة بالمخدرات ورعاية بيوت القمار والدعارة تحت حماية الميليشيات المسلحة ويشير باحثون إلى أن المشهد السياسي فرض حربا للتسقيط لم توضع خلالها أي قواعد أو شرف للخصومة حيث يسعى الكل لإسقاط الكل بجميع الأدوات المتاحة بعد أن كانت ملفات الفساد يشار إليها تلميحا لا تصريحا ووسط حالة من انقسام الحادي وغياب الثقة التي أدخلت العملية السياسية في مأزق حقيقي وهشاشة غير مسبوقة يبرز السؤال عن ما يقوم بتسريب هذه التسجيلات لتستفيد منها الأطراف المتصارعة التي أوصلت العراق إلى منزلق خطير يظهر المستوى السياسي والأخلاقي الذي وصل إليه هؤلاء ترجمة نانسي قنقر